القسم الأخير من هذا الكتاب ذكر المؤلف فيه رحمه الله ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر يعني ما يكون بعد الموت وذكر فيه أن المسلم قبل أن يدخل في الإسلام لابد أن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله لا نعبد الشيطان نحذر منه ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الشيطان لا يمكن أن أقبل أن أعبد من دون الله لا يمكن أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه كما صنع فرعون أمر الناس أن يعبدوا من دون الله لا أحد يعلم الغاب لا أحد يعلم الغاب الذي يعلم الغاب هو الله ماذا يقع قدنا هذا لا يعلم إلا الله لا أحد يعلم الغاب كما ت toddler يعلم يا 아� policy لا أفضح أن أmaz Italic ورقاء الناس في كل شرعة الحياة منارات والأمر وأن الأمر حالي جداً و الله أعلم و صلى الله على النام و صلى الله عليه و صحبه وسلم سبحانه وتعالى ها سبحانه وتعالى